اشتركوا في القناة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة مدير إدارة المتاحف في هيئة البحرين للتقافة والأثار الذي رحب بهذه الزيارة بشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين وطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف أقسام المتحف التي تضم مجموعة من القطع الأثارية والمقتنيات التاريخية المهمة كما تعرف الوفد على ملامح التراث البحريني بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات التاريخية من جانبه أبدى سعادة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أعجابه الوفد المرافق بالمقتنيات المميزة للمتحف كما تمنى دور هيئة البحرين للثقافة والأثار بالحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز القيمة التاريخية والواجهة الحضارية للبحرين ترجمة نانسي قنقر